موسيقى حلقات جديدة من كشك الصحافة ونطارع فيها الغرب يريد وضع حد لحرب اليمن فهل ستنتهي؟ سفن إيران تهدد الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية تونالد ترامب يسخر من رئيس فرنسا بعد عودته من زيارة إلى باريس موسيقى أهلا بكم مواجهات مختلفة تشتعل من وقت لآخر في صحراء مأرب الهدف منها التصدي لعملية التهريب ويعانون موقع المشاهد نت صحراء واسع للتهريب العملة والذهب والآثار النادرة وقال الموقع أن الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب تخوض معارك يومية شريسة ضد عصابات وما في التهريب بآخرها إحباط ثلاث عمليات على مدى ثلاثة أيام متتالية إحدها محاولة تهريب أكثر من خمسة ملايين دولار أمريكي إلى العاصمة الصنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وبحسب تأكيد مدير أمن المحافظة العميد عبد الملك المداني للمشاهد أن إحباط عمليتي تهريب عملتي الدولار والريال السعودي تمت في إحدى النقاط الأمنية بعد عمليات رصد ومتابع وتحر من كبل الأجهزة الأمنية وبحسب المداني فإن المبالغ المهربة التي تم ضبطها في العمليتين كانت مخبأة بطرق احترافية الأولى كانت على متن سيارة هاي لوكس وتم فيها ضبط اثنين من أفراد العصابة والأخرى كانت المبالغ مخبأة في حقبة ملابس على متن سيارة هاي لوكس كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة من إحباط عملية تهريب قطع أثرية نادرة وقال مدير الأمن إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عصابة سمسرة تقوم بنقلها من جماعة الحوثي وتهريبها وبيعها لعصابات في مناطق محررة ومن ثم نقلها إلى خارج اليمن وذكر أن القطع الأثرية المضبوطة هي عبارة عن تماثيل ذهبية وأخرى من الأحجار الكريمة مكتوب عليها بالخط السبائي القديم المسند لكن أخطر ما تحدث عنه مدير أمن مأرب هو ما تقدم عليه عصابات التهريب حيث اعترفت عناصرها أنها تقوم بإذابة بعض السبائك الذهبية والتماثيل الأثرية القديمة المصنوعة من الذهب وتهريبها وبيعها كقطع ذهبية بعد تمس قوالبها ومعالمها الأثرية نحتاج إلى أمل جديد في يمن جديد تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في ماليزيا عادل محمد باحوميد مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا بلا شك أن الوطن برغم كل الجراح والألام بحاجة إلى حل سياسي سلمي مستدام منطلق من المرجعيات الثلاث يؤسس للمرحلة القادمة مرحلة يسودها التعايش وفق عقد اجتماعي جديد قائم على العدالة والمساواة وسيادة القانون لا على عقلية السلالة والطائفة التناغم والتزامن في التحركات الجادة والإنجاز في المسارات الثلاثة العسكري والسياسي والاقتصادي بلا شك سيؤدي إلى نتائج كبيرة تؤثر إيجابا على مجريات الأمور على كافة الأصعدة والمستويات محليا وخارجيا وتعجل بقرب الخلاص من الانقلاب وتداعياته لا خيار أمامنا اليوم كي نتمكن من بناء اليمن الاتحادي الجديد وكي ينعم الجوار والمنطقة بالأمن والأمان غير دحر هذا الانقلاب وطي صفحته السوداء من تاريخنا ودحر ميليشياته التي تثبت كل يوم أنها لا تملك غير مشاريع الموت والدمار طالما والميليشيات الانقلابية لم تكسر شوكتها فلن ترضخ لصوت السلم ولن تجلس إلى طاولة السلام ولن تستمع لنداءات العقل وطالما لا يحملون غير مشاريع الموت فلا بديل عن التصدي لهم ولمشاريعهم الانتحارية المدمرة للوطن والمتسببة في معاناة المواطن بالتزامن مع الاستمرار في مواجهة مشاريع الموت الحوثية لا بد من التأسيس لمشاريع النهضة والحياة في كافة المجالات من تعليم وصحة وبنية تحتية واقتصادية وإعادة الروح للحياة الفكرية والعلمية والثقافية والفنية في الوطن نحتاج إلى أمل جديد في يمن جديد البقاء لمشاريع الحياة التي لا تقارع مشاريع الموت الحوثية بالسلاح فقط وإنما بالبناء والتنمية المستدامة وأكبر مثال على ذلك مشروع مطار مارب الذي أعلن عنه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وفي خضم كل ما يجري اليوم فإن بث الروح في مؤسسات التعليم والفكر والثقافة والإعلام والفنون بمثابة إشعال لجبهات مهمة سترفض الجبهة العسكرية وتعززها للتصدي للانقلاب ومشروعه الظلامي التجهيلي وحجد كل المجتمع اليمني خلف مشروع استعادة وبناء الدولة لا تزال الكثير من المحاكم اليمنية تشهد على قضايا اعتداءات تمارسها سفن صيد إيرانية بحق صيادين يمنيين في المياه القريبة من اليمن وكثيرا ما تم الإفراج والتغاضي عن المعتدين الإيرانيين على المصائد اليمنية والصيادين الغريب أن الحارف لم تغير في الأمر وإفق لوزير السروة السمكية فإن صفن إيرانية تهدد الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية وقال موقع رأي اليمن نقلا عن وزير السروة السمكية فهد كفاين إن سفن إيرانية تعمل على مضايقة الصيادين اليمنيين وتهددهم في المياه اليمنية ومنها مياه البحر الأحمر وضع كفايا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إيقاف تجاوزات إيران ووقف تدخلها في الشأن اليمني ودعمها لميليشيا الحوث الإنقلابية وكان كفايا يتحدث عما تقوم بها ميليشيا الحوث الإنقلابية من تعصف ضد الصيادين واختطافهم وإخفائهم قسريا ومنعهم من مزاولة مهنتهم بتدخل ودعم إيراني واضح وأضف إن الوزارة ستعمل اتباعا على توزيع قوارب ومحركات للصيادين المتضررين من الكوارث الطبيعية والحرب التي تشنوى الميليشيا في كفة المحافظات السلاح الذي يستمر بعد انتهاء المعارك هو ما تزرعه ميليشيا الحوثي في الأراضي التي تنسحب منها وإفقا لموقع المصدر أونلاين فإن القوات الحكومية تتلف أكثر من ألفي لغم زراعها الحوثيون في حيران وقال رئيس شعبة الهندسة العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة ياسر الروحاني إن ميليشيا الحوثي كثفت من زراعة الألغام متنوعة المهام والأحجام وكمية من المتفجرات كانت في مزارع المواطنين الخطوط العامة بمديرية حيران حيث سقط قتلى وجرحى من المدنيين جراء الألغام وامتنع بعض الأهالي عن الذهاب إلى مزارعهم تفاديا للمخاطر وكانت الفرق الهندسية التابعة للشعبة الهندسية في المنطقة العسكرية الخامسة بمساعدة خبراء من قوات التحالف دمرت أكثر من 12 ألفا من الألغام المتنوعة في ميدي وحيران خلال العامين الماضيعين العرب في الحرب العالمية الأولى تحت هذا العنوان كتب عبد الرحمن الراشد مقاله في صحيفة الشرق الأوسط قاتل نحو نصف مليون من العرب في الحرب الكبرى التي تمر ذكرى مئة عام على نهايتها قاتل العرب مع المعسكرين أسباب الحرب جشاع السلطة وواهم التوسع وبروز القوميات الأوروبية المتطرفة أما العرب فلم تكن لهم قضية في تلك الحرب باستثناء عرب الدول التي كانت تحت الحكم العثماني الذين عانوا من رسوم الضرائب وسوء الإدارة دروس الحرب العالمية الأولى لم يتعلم منها المنتصرون ولا المهزمون وكان للفكر القومي المهيمن في أوروبا دور كبير في تغذية العداء ودفع الأحداث نحو الحرب العالمية الثانية التي مات فيها أكثر من 60 مليون إنسان الدروس من الحروب الكبرى غالبا ما تنسى ولا يبقى منها سوى بحوث أكاديمية عسكرية عن كيفية تقليل الخسائر وتحقيق الانتصارات أوروبا التي كانت السبب في الحربين العالميتين كانت الخاسر وأخيرا قابلت بمفاهيم السوق الحرة على سياسة الاستعمار التي كانت دوافعها تأمين مصادر المواد الأولية وضمان أسواق لمنتجاتها دول مثل كوريا الجنوبية أو السويد أثرت من أسواق العالم دون أن ترسل جنديا واحدا خارج أراضيها تحل الذكرى المئة على الحرب الكبرى في الوقت الذي يعصف بالعالم مزيد من الأزمات نتيجة الصراعات بين القوتين الأمريكية والروسية ومع تزايد الشكوك والمخاوف من تمدد التنين الصيني خارج أراضيه ومؤشرات الانشقاقات داخل الاتحاد الأوروبي الذي قام على مفهوم إلغاء القومية الوحدة والتوحد الإقليمي انتهت الحروب العالمية لكنها لم تموت إذن تتحدث صحيفة الأيام عن محاولات الغرب لاحتواء حرب اليمن والتخفيف من حدتها وتنقل الصحيفة تقريرا نشرته وكالة رويترز بعنوان الغرب يريد وضع حد لحرب اليمن فهل ستنتهي؟ وقال التقرير إن القوى الغربية زودت التحالف الذي يشن بقيادة السعودية حربا على متمرير الحوثي في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات بالسلاح والاستخبارات وذلك رغم انتقادات الجماعات الحقوقية ونوابها والآن تطالب هذه القوى بوضع نهاية للحرب التي سقط فيها أكثر من عشرة ألاف قتيل ودفعت اليمن إلى شفى المجهة ويقول المحللون إن الرياضة وأووظبي تريدان إنهاء هذه الحرب المكلفة لكن يتعين أن تتغلب أي مساع تبدل لتحقيق السلام على ارتياب عميق لدى كل الأطراف في حين ربما يرى الحوثيون فرصة للاستفادة من أي ضغوط على الجانب السعودي ويفيد التقرير أن قوات الحكومة اليمنية والتحالف كثفت هجماتها على الحوثيين المتحالفين مع إيران بهدف إضافهم وذلك بالتركيز على ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر الذي يعد مصدر الإمدادات الرئيسي لجماعة الحوثي غير أن المحللين يقولون إن الضغط الغربي على الرياض ربما يتيح للحوثيين حافزا للتشبث بموقفهم وتسيطر جماعة الحوثي على مناطق المرتفعات وعلى العاصمة صنعاء حيث الكثافة السكانية وإذا أجريت المفاوضات فسيتعين أن يشارك فيها حزب المؤتمر الشعبي العام ويرد انفصاليون تدعمهم الإمارات في الجنوب ويعملون على إضعاف الرئيس هادي وحلفائه الإسلاميين في الجنوب أن يكون صوتهم مسموعا أيضا الآن أصبحت أعرف ما الذي يشعر به المرء لدى العيش في جمهورية موز هكذا بدأ الصحفي الأمريكي كيستيان كارويل مقاله الذي ترجمه على أدين أبو زينة ونشرته صحيفة الغد وقال الكاتب في السنوات العشرين التي أمضيتها في العمل كمراسل أجنبي قمت بتغطية الكثير من الانتخابات في الكثير من الدول بعضها كانت ديمقراطيات راسخة وكان بعضها من القادمين الجدد إلى عالم الانتخابات وقد خرجت حديثا من عباءة الدكتاتورية ومع ذلك كان البعض الآخر فوضويا من ذلك النوع الذي يراوح في منطقة البينبين من الأماكن وقد تآكلت مؤسساتها بسبب الفقر أو الصراع أو الانقسامات السياسية العميقة تضمنت تغطية تلك القصص باستمرار التحدث مع مراقبي الانتخابات الدوليين والذين عادة ما كانوا أشخاصا من أماكن مثل فرنسا أو استراليا أو كندا وكما تعرفون فإن تلك الدول خاصة الولايات المتحدة زعمت دائما أنها تتحدث من موقع السلطة التي جاءت بالخبرة الطويلة مع المؤسسات الديمقراطية وكانت مهمة المراقبين الدوليين هي مراقبة العملية الانتخابية وتقديم تقييم موضوعي لكيفية سير الانتخابات المعنية وفي الوضع المثالي سوف يقدمون أيضا بعض النصائح المفيدة حول ما يمكن تحسينه وفي بعض الأحيان كانت أحكامهم مشوبة بالدبلوماسية أو نفعية السياسية لكن المراقبين قدموا في أكثر الأحيان انتقادات مفيدة يوم الأربعاء الماضي استمعت إلى ما كان يقوله المراقبون حول انتخاباتي التي أجريت في بلدي ولم يكن ما قالوه جميلا ربما لا يعرف معظم الأمريكيين أن مراقبين دوليين عادة ما يحضرون الانتخابات الأمريكية ويبدو أن بعض أبناء وطني ينظرون إلى هذا على أنه تدخل وقح في شؤوننا الداخلية حيث تحضر 12 ولاية على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر على أي مراقبين خارجيين حضور التصويت فيها يتساءل المرء عما يخافون منه إلى هذا الحد صحيفة لكوال فرنسية في تقريرها المترجم خصيصا لقناة بالقيس قالت أن الجهود الدبلوماسية المكثفة على ما يبدو عززت هدوء المعارك في اليمن فالتحالف الذي يتخذ من السعودية مقرا له قبل إجلاء المتمردين الحوثيين الجرحى وقبل إجلاء الحوثيين الجرحى وقالت الخارجية البريطانية تصمح قوات التحالف الآن للأمم المتحدة بالإشراف على عملية إجلاء طبي للحوثيين حوالي خمسين جريحا إلى عمان قبل جولة جديدة من محادثات السلام في السويد صدر هذا البيان بعد يوم من زيارة وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إلى رياض وأبو ظبي وعواصم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانت مسألة إجلاء جرحى الحوثيين هي بالضبط معطلت جولة المفاوضات التي عقدتها الأمم المتحدة في سبتمبر في جنيف فيما وجدت لندن أن الإخلاء الذي أقره التحالف بشروط متفق عليها كانت تطورا كبيرا في إطار إجراءات بناء استقالة من شأنها أن تسمح ببداية المحادثات السياسية في السويد من هنا حتى نهاية نوفمبر في ستوك هولم قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت وولستروم إن بلادها تستعيد لاستقبال الأطراف المتحاربة للمفاوضات حالما تكون جاهزة الطريق إلى التطرف تحت هذا الأنوان كتب إبراهيم غرائب مقاله في جريدة الغد مضيفا يضح كاستينشتاين في كتابه الطريق إلى التطرف اتحاد العقول وانقسامها كيف يظهر التطرف والاستقطاب بين الأفراد في حياتهم الاجتماعية ليس فقط في التنظيمات الدينية وإنما في كل التجمعات بدءا من مجالس الإدارة حتى المجالس النيابية لماذا يميل الأفراد المتشابهون إلى التعصب أو المبالغة ومتى تظهر أفعالهم تلك ترتبط الإجابة بنطاق واسع من القوة الهائلة للسلطات وطبيعة البشر والتفكير الجماعي والتيارات الاجتماعية التي تتحرك من خلالها مجموعة كبيرة من الأفراد في اتجاهات جديدة فيما يتصل باستثماراتهم واختياراتهم السياسية وقناعاتهم الدينية تصبح أراء الناس أكثر تطرفا لمجرد تأكيدها لوجهات نظرهم الأولية ولتعزيزها ولأنهم أصبحوا أكثر ثقة بعد التعلم من وجهات نظر شارك الآخرين فيها والكثير مما نعتقد فيه أو نحبه أو نكرهه في الحياة اليومية يتأثر بتبادل المعلومات والتواصل وبطبيعة الحال فإن الأفراد حينما يبدأون انطلاقا من وجهة نظر متطرفة ويضعون في جماعة من الأفراد ذو التفكير المتشابه فمن المرجح أن يغالوا في التطرف ويذكر المؤلف نقطتين يصفهما بأنهما جوهريتان كلما تحركت دافعية الأفراد نحو تكوين اهتمام من أجل شهرتهم الخاصة فإنه من غير المحتمل أن يتغيروا بسبب المعلومات أو الأراء الجيدة وفي هرب الناس وخوفهم من العزلة فإنهم يتكيفون مع الجماعات التي يجدون أنفسهم فيها أو يمكن أن ينتموا إليها وفي ذلك ينشئون مواقفهم كما يتوقع منهم أو كما يعزز انتماءهم وموقعهم في الجماعة إن الاستمرار في النظر إلى التطرف باعتباره مجرد نزعة فردية أو فهم مغلوط لنصوص دينية أو أيدلوجية يعفي الدول والمجتمعات من مسؤوليتها عن الفشل ويساعد في تكريس التطرف ويقلل من فرص فهمه ومواجهته من أكثر الأخبار انتشار ما نقلته البي بي سي والتي عنوانة دونالد ترامب يسخر من إيمانيل ماكرون رئيس فرنسا بعد عددته من زيارات إلى باريس وقالت الشبكة أن ترامب سخر عبر تويتر من ماكرون وذلك بعد زيارة قام بها الأول إلى باريس لحضور مراسم الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى وجاءت انتقادات ترامب على خلفية طرح ماكرون بخصوص الشعبوية ومقترحاته حول الجيش الأوروبي والطارفة الجمهورية الفرنسية على واردات النبيذ الأمريكي بالإضافة إلى شعبية الرئيس الفرنسي وحث ماكرون في وقت سابق ذعماء العالم على رفض الشعبوية معتبرا أنها خيانة للوطنية وقال عندما تقول مصالحنا أولا ولا يهمنا الآخرون فإنك تضحي بأغلى شيء في أي أمة وهو قيمها الأخلاقية واعتبر بعض المراقبين ذلك انتقادا لترامب قال ترامب الثلاثاء مشكلة إيمانويل أنه يعاني من تدني مستوى شعبيته بشدة ومستوى بطالة يبلغ 10% تقريبا لقد كان فقط يحاول تشتيت الانتباه بالمناسبة لا توجد دولة أكثر وطنية من فرنسا إنهم شعب فخور للغاية ولهم الحق في هذا وقد سخر الرئيس الأمريكي عبر تويتر من هزيمة فرنسا واحتلالها من قبل ألمانيا النازية الحرب العالمية الثانية وقال ترامب ماكرون يقترح بناء جيش أوروبي لحماية أوروبا من أمريكا والصين وروسيا مع أن ألمانيا هي التي كانت مصدر التهديد في الحربين العالميتين الأولى والثانية كانوا قد بدأوا يتعلمون الألمانية في باريس قبل وصول الولايات المتحدة أجمل الصور تنشرها صحيفة الديلي تيليغراف ننقلها لكم بجولتنا المصورة لهذا اليوم إلى الصور اشتركوا في القناة وماذا تحولنا اليوم رسومات الكاريكاتير من رسائل هذا ما نتابعه في فقراتنا التالية في هذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم شكرا على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر